استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير خارجية الدنمارك لارس راسنوسن وذلك بحضور وزير الخارجية والهجر وشؤون المصرين بالخارج بدر عبدالعاطي أشار المتحدث الرسمي باسم رئيسات الجمهورية إلا أن وزير خارجية الدنمارك نقل لسيد رئيس تحيات جلالة ملك الدنمارك ورئيسات الوزراء وهو ما بادله الرئيس السيسي بالتحية والتقدير في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين أضف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية أنه في هذا الصدد تم استعراض سبل تطوير التعاون المشترك الذي يشهد تقدما ملموسا خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية حيث ثمن الرئيس السيسي في هذا الإطار الدور المقدر للشركات الدنماركية في دفع تنمية الاقتصادية في مصر مشيرا إلى فرص تعسيع التعاون بين الجانبين خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والنقل البحري بما يعود بالفائدة على الدولتين والشعبين الصديقين تناول لقاء كذلك الأوضاع في الشرق الأوسط حيث حرس وزير الخارجية الدنماركية على الاستماع إلى رؤية تقييم الرئيس السيسي للأوضاع الرهنة بالمنطقة حيث أشار رئيس السيسي في هذا الشأن إلى ضرورة القصوى لتغليب مسار التهدئة والتوصل لاتفاق يتم بموجبه وقف لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين بما يسمح بإنقاذ أهالي غزة من الأوضاع المعيشية المأسوية التي يعانون منها هذا وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يتزامن ذلك مع مسار جاد وحاسم لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على النحو الذي يحقق تطلعات شعوب المنطقة نحو العدل والأمن والاستقرار والتنمية وهو ما اتفق معه الجانب الدمارقي كما تم التوافق على أهمية الدور الإنساني الذي تطلع به الأمراء والذي يجب دعمه وحمايته مما يتعرض له من عراقيل كما تطرق اللقاء كذلك إلى عدد من الأزمات القائمة بالمنطقة خاصة الأوضاع في السودان حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة دعم السودان الشقيق مستعرضا في هذا السياق جهود مصر لاستعادة الاستقرار به ومشددا على أهمية احترام سيادة السودان ومؤسساته الوطنية ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بالإضافة إلى تكسيف الدعم الإغاسي في ضوء تفاقم صعوبة الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب السوداني الشقيق ترجمة نانسي قنقر